يواجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولاية دونالد ترامب بإجراءات عزل ثانية في حدثة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الديمقراطيون وغيرهم يتهمون ترامب بالتحريض على العنف ويحمله مسؤولية الهجوم على مبنى الكابيتول وذلك بعد أسبوع من أحداث عنف هزت مركز صناعة القرار السياسي الأمريكي وتسببت في أزمة ثقة في قدرة المؤسسات الأمريكية على كبح جماح المتطرفين وتحظى هذه الخطوة بدعم كبير من النواب الديمقراطيين بالإضافة إلى بعض الجمهوريين فما هي تداعيات مشروع عزل الرئيس الخامس والأربعين لأمريكا؟ حول ذلك ينضم إلينا مباشرة من ألمانيا لؤي المدهون خبير قناة دي دابليو للشؤون الألمانية والأوروبية مساء الخير سيد لؤي يعني مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وصف الأحداث الأخيرة في واشنطن بأنها جرس انذار للدول الديمقراطية كيف تقرأ الموقف وهذا التحذير من هذه الأحداث؟ نعم مساء الخير أعتقد أن هذا التحذير له مبرراته على أرض الواقع لأن الديمقراطية القربية كلها باتت في خطر واضح جدا في الواقع أي نظام ديمقراطي في العالم يعني لا يوجد نظام ديمقراطي مستقل دائما كل الأنظمة الديمقراطية كل الديمقراطيات يعني تتميز بنوع من الهشاشة لأنها لا تقوم فقط على قوة المؤسسة الديمقراطية لكن تقوم على الوعي المجتمعي وما نشاهدناه في السنوات الأخيرة عبر صعود اليمين الشعبوي اليمين المتطرف عبر صعود قوة معادلة ديمقراطية من داخل النظام الديمقراطي هو يمثل تحديا كبيرا لهذه الديمقراطية يجب أن لا ننسى أن التجارب التاريخية في ألمانيا هنا وفي أوروبا وإضافة الولايات المتحدة الأمريكية تعلمنا أو تقول لنا أن الديمقراطية يجب أن تملك القدرة على الدفاع عن نفسها وهذا ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية هو أننا عايشنا نتاج ثقافة التحريد سياسة الرئيس الشعبوي هو أيضا يشكك في الديمقراطية وقام بتحريد أنصاره بشكل عدائي وهؤلاء استحولوا التحريد اللفظي إلى أعمال عنف وتحموا قلب ومركز الديمقراطية الأمريكية هذا الحدث يمكن أن يتكرر في غالبية العواصم الأوروبية خاصة لأن الديمقراطية الغربية لا تستطيع أن تمارس العنف والإنغلاق العام كما هو الحال في الأنظمة السلطوية نعم سيدي تزامنا كما ذكرت حضرتك منذ قليل مع تولي دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة كان هناك صعود لليمين والطيارات الشعبوية في عدد من العواصم الأوروبية الآن كيف تتوقعا تنعكس نهاية حكمة ترامب على أوروبا وعلى هذا التصاعد الذي شهدناه وأثر الهجوم على ببنى الكابيتول على هذه التيارات أعتقد أننا أمام سيرورة أو تحول في الوعي الوعي بمدى خطورة حالة الانقسامات المجتمعية داخل مجتمعات ديمقراطية حالة التمزق المجتمعي الذي تشهده الولايات المتحدة الأمريكية حالة التحريض كما قلت اللفظي انتشار ثقافة الكراهية طبعا الديمقراطية تعيش وتقوم على ثقافة الاختلاف على الحق في الاختلاف الحق في التباين الحق في الدخول في صراعات وخطابات مفتوحة ولكن هي أيضا تقوم على احترام كينونة الآخر هناك حقوق أساسية تضمنها أي ديمقراطية هناك حقوق أساسية تضمنها الدساتير الديمقراطية الخطورة الكبيرة في التطور في الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تكمل في فقط أن الرئيس الأمريكي ترامب هو يشكك في مستقية الديمقراطية هو يشكك في أهلية وصدقية الانتخابات لذلك سيكون التحدي الأكبر أمام الرئيس الأمريكي الجديد بايدن في كيفية الدخول في حوار بناء مع 70 مليون الأمريكي انتخبوا ترامب مع القاعدة الشعبية لترامب وطبعا مع مليئين الناخبين الذين يشككون به كرئيس منتخب بشكل ديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أن هذا تحذير أخير لكل القوة الديمقراطية لكي تتكاتف وتحاول فعلا حماية الديمقراطية من أعدائها خاصة إذا كان هؤلاء الأعداء هم من داخل العنظمة السياسية التحدي الأكبر عن الولايات المتحدة الأمريكية الآن لا يكمن في الأعداء الخارجين ولكن في العدو الداخلي الذي يشكك في أهلية وقوة ودستورية المؤسسات التي تحكم الولايات المتحدة الأمريكية نعم إذن سيدي من المسؤول بشكل مباشر عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة بشكل عاجل لا شك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترومب يتحمل المسؤولية الرئيسية لما حدث فيه أنه هو العقل المدبر هو المحرض الأول هو الذي قام بتوطين ثقافة استخدام العنف وقام بتشريع هذا العنف لذلك يعني هو إقالته وإبعاده عن السلطة أمر مهم جدا ولكن لهذا لا يكفي المهم التعامل مع الإرث الترمبي مع العقلية الترمبية ونبذ العنف ونبذ ثقافة إقصاء الآخر والعودة إلى قيم الديمقراطية قيم الاختلاف في ظل آلية دستورية تحترم كانونة وحقوق الآخر هذا هو المبدأ الديمقراطي الوحيد الذي تقوم عليه كل الديمقراطية الغربية وأيضا كل نظام ديمقراطي في العالم نعم لأي المدهون خبير قناة دوتشيفيلي للشؤون الألمانية والأوروبية كنت معنا مباشرة من ألمانيا شكرا جزيلا لك